كشفت حكومة اقليم كردستان عن مضمون الاتفاق الذي حصل بين الحكومتين الاتحادية والاقليم بشأن موازنة عام 2020 وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادلة في تصريحات صحفية ان حكومة الاقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الموازنة مبينا انه تم الاتفاق على تسليم كردستان ارادات ما يقرب 250 الف برميل نفط يوميا مقابل ايفاء حكومة المركز بالالتزامات تجاه الاقليم واضاف ان الاتفاق تم تضمينه في موازنة 2020 مؤكدا استعداد حكومة الاقليم الالتزام ببنود الاتفاق وتسليم بغداد الارادات النفطية شرط ان تفي الحكومة الاتحادية بما جاء في مسودة قانون الموازنة واضح عادل انه لا توجد نسبة محددة للاقليم في الموازنة وانما هناك مجموعة التزامات تم الاتفاق عليها في مشروع القانون من جهته اكد عضو البرلمان في اقليم كردستان كاروان عبد الرحمن ان حكومة الاقليم ملتزمة تماما بالاتفاق الذي حصل مع حكومة بغداد حول مشروع قانون الموازنة مضيفا ان حكومة الاقليم بانتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وما سينتج من قرارات من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ليتم بعدها البدء بتسليم ايرادات النفط الى حكومة بغداد ارشد الحاكم الرشيد الفيديو